سباح الخير لكل المشاهدين اللي اليوم عم بيتيبعونا اليوم بفقرة بالانس موضوعي بيختص بالسلمونيلا وعادة الأشخاص هلأ بهالفترة هاي في كتير تسمم نتج عن هالمشكلة هاي وهذا موضوع طلبتوا مشاهدي أسبوع الماضي وعدتا أنه نهار الخميس رح احكي عن كيف فينا نتجنب هالتسمم الغذائي اللي هو ناتج عن بكتيريا هي السلمونيلا ولكن قبل ما ابتدي بموضوعي رح ذكركم بالمسابقة اللي كل أسبوع عم منحطة على الفيسبوك بيج تبعا عم تيفي لايف وكل الأشخاص اللي بيهمون أنه يشاركوا بيها المسابقة ممكن أنه تدخلوا على صفحة الفيسبوك بيج المنشوفة هلأ على الهواء لكن مين من هالثلاثة أنواع من المكسرات بيحتوي على كمية بروتيينات أكتر يا هالتورة هو الفستو الحلبة الجوز أو بزر اللقطين أكيد الأشخاص اللي يتبعوني أسبوع الماضي يمكن لازم يعرفوا الجواب أكيد المسابقة بعطي نتيجتها بكرة وشخصين اللي رح يربحوا معنا رح يربحوا شهر باشتراك بي ذليتل جيم بالحزمية لكن تأرجع لموضوعي اللي هو موضوع أكيد التسمم الغذائي هاللي ناتج بالأخص عن السلمونيلا لازم نعرف شغلي أنه السلمونيلا هي فوق الألفين نوع من البكتيريا يعني ما في نوع واحد لهالبكتيريا هاي أكيد الأشخاص هاللي بيكونوا تسمموا من هالبكتيريا هاي عادة السيمتمز أو الإسهيل والتسمم بيبين بين سبع ساعات لحوالها 48 ساعة من بعد ما يكونوا تعرضوا لهالبكتيريا هاي هالبكتيريا وين بتتوجد وكيف فينا نتجنبها أكيد السلمونيلا هي بكتيريا أكتر شي موجودة بأمعاء الحيوانات مثلا عم نحكي عن الجيج عم نحكي عن اللحوم عم نحكي كمان أكيد عن البيض البيض هو معظم الأشخاص بس نقول سلمونيلا بتفكر دغري بالبيض لأنه صحيح البيض هو من أكتر منتج أو مأكلات غذائية ممكن أنه تحتوي على هالبكتيريا هاي كمان بعد أنواع من الخضار إذا ما كانوا توضبوا بطريقة صحيحة أو يمكن انسقوا بميمنة كتير نظيفة وما يرجعوا تغسلوا بعدين بطريقة كمان صحيحة أكيد هولي بعرضوا كل شخص بيتناول هالبكتيريا هاي بالمأكلات لا تسمم غذائي وعادة التسمم بيقدر يروح من إسهيل للحرارة لا حتى بالكاء إكسترام للتيفوئيد لأنه أكيد التيفوئيد هي نوع من السلمونيلا اللي ممكن أنه تأثر على صحة الإنسان هلأ شو فينا نعمل كرميلتها نتجنب هالتسمم الغذائي أول شغلة بنا نعملها هي لازم نعرف أنه البكتيريا هالنوع من البكتيريا وقت اللي منعرضها للحرارة المرتفعة بتموت سو وقت اللي البيض مثلا عادة وقت اللي منشتري بيض أول شغلة لازم نعملها هي أنه نحط البيض بكيس بعيد بكيس مختلف عن بقية الأغراض اللي منشتريها بالسوبر ماركت لأنه ممكن أنه هالبكتيريا إذا كانت موجودة على علبة البيض تنتقل ليمكن الأجبان اللي حطينا بنفس الكيس فإذا كتير مهم نبلش نتوقع السلمونيلا من وقت اللي منبلش نشتري أغراضنا من السوبر ماركت يعني البيض لازم يكون بكيس لوحده ما يكون مخلوط ببقية أنواع المأكلات نفس الشي للجيج عادة وقت اللي منشتري الجيج كمان وقت اللي منحطه بالشاريو أو بالكادي كتير مهم أنه يكون معرض يعرض غير مأكلات ما رح نطبخها لا أكيد الكونتاكت أو اللمس من هالأنواع من كان الجيج أو بيد فإذا كتير مهم الجيج والبيض نطلب من الشخص اللي عم بيدبلنا الغراض أو إذا نحن عم ندبل الغراض نحطهم بكيس لوحدهم لأن المأكلات التانية اللي يمكن الأجبان مثلا أو الشاركوتري أو حتى الخضرة إذا ما غسلناها بطريقة صحيحة أو ما طبخناها ممكن أنه تعرضنا لكروس كنتاميناشن أو نقل لهالنوع من البكتيريا فإذا منبلش بالسوبر ماركت مننتقل هلأ وصلنا على البيت مهم كتير كمان وقت اللي بنا نشتري الغراض أنه ما يكون فيه وقت كتير طويل بين وقت ما بنشتري نحن الغراض وأي ساعة رح يرعوا يفوتوا هالأغراض على البراد لازم أدى المستطاع نقصر هالوقت هيدا لأنه البكتيريا بتحب الحرارة اللي تقريبا بتتراوح بين 30 درجة 20 درجة أو حتى 10 درجات فإذا خلينا نخلي هالبيد والجيج خاصة لوقت كتير قصير برات البراد فإذا وصلنا على البيت بدنا نحط الغراض بالبراد هون نقطة كتير أساسية البيد عادة كمان لازم نحطه بكيس نيلون مسكر منيح أفضل ما يكون ببيب البراد هذه الشغلة نحن عادة كتير بنعملها لأنه ببيب البراد بتعرض لتغيرات بالحرارة وهالتغيرات بالحرارة بتخلي هالبكتيريا إذا موجودة تتكاتر أكتر فإذا نحط علبة البيد بكيس نضيف ونحطها بكعب البراد بعيد عن المأكلات هاللي ما منطبخها عادة اللي هي مثلا الخضرة كرميلتها ضل الحرارة بطريقة سابتة الحرارة سابتة وكمان ما يصير فيه نقل لها البكتيريا لبقية أنواع المأكلات فإذا ما نحطها بالبراد ونحط البيد بعيد عن بقية المأكلات لأنه ممكن أن تنتقل هالبكتيريا على الخضرة بالأخص وخاصة كمان المأكلات اللي مطبوخة اللي يمكن ما نرجع نسخنها بطريقة سليمة البيد سؤال كتير منكم يمكن بيتسأل طب يا هلترى بما أنه هالبيد ما ننضيف بقدر غسله أنا أفضل غسله قبل ما حطه بالبراد هون كمان فيه اعتقادات خاطئة بهالموضوع عادة البيد بيحتوي على نوع من غشاء بيمنع البكتيريا تدخل على قلب البيد ووقت اللي نغسل هالبيد أوتوماتيكما هالغشاء هيدا منكون شلني ومنصفي نخلي هالبكتيريا إذا موجودة خارج البيدة تدخل على قلب البيد وهيك إذا ما طبخنا البيد بطريقة سليمة منكون عم نعرض حالنا أكتر فإذا البيد مش بالضرورة أنه نغسله بس نجيبه أهم شيء أنه نحطه بكيس مسكر بالبراد طيما ينقل البكتيريا وكمان ما ضرورة أنه نغسله لأنه هيدا بيخلي هالبكتيريا هيدا تدخل على قلب المأكلات في معنى اتصال ألو ألو مين معي ألو نجوة بونجور بونجور أهلين كيفك نجوة تفضلي شو سؤالك تفضلي أنا طولي أماتر 56 ووزني 56 كيلوغرام هذا شيء مضبوط أو يجب أن يكون أقل أدي عمرك نجوة 150 عادة وقت اللي بدنا نقول إذا الوزن مناسب للطول في عدة عوامل لازم تدخل يعني مهم نشوف قديش البادي فريم تبعوليك إذا كان عدمك ضعيف ولا بالعكس عدمك أعرض لازم كمان نشوف عادة وزنك بأي رينج بيتراوح لأنه ما فينا نقول وزن مثالي ما فينا نقول إذا إي ولا لا فيه بوا إيديال هيدا منه موجود في نوع من رينج هلا اللي فيك تعمليه فيك تخدي وزنك تقسميه على طولك بالمتر أو كاري هالفالور اللي بتخديها إذا كانت بين 18 وبين 25 بيكون وزنك اللي هو 57 لا متره 57 بيكون منيح ما رح قلك لازم يكون وزنك 30 40 50 اللي هو مهم أنه يكون يكون نمط أكلك صحي قبل كل شي ويكون طريقة حياتك صحي قبل ما نحكي إذا الوزن مثالي ولا لا فإذا ببعض إذا عندك وقت هلأ بالبيت تعملي هالكالكيل وتشوف إذا هالمؤشر هلأ 157 لـ 57 كيلو ممكن أنه يكون وزن صحي أهم شي نشوف شو عم تكله وكيف نمط أكلك وكيف طريقة حياتك ببعض إذا جوابتك على سؤالك لكن تنكفي موضوعنا كنا عم نحكي عن البيت بننتقل هلأ للحوم عادة اللحمة وقت اللي بنا نحطه بالبراد الجيج يمكن منقرف منه ضغري منوصل على البيت ومنغسل الجيج قبل يمكن ما نحطه بالفريزر أو حتى يمكن نحطه بالبراد هوني لازم ننتبه لشغلي أنه بما أنه هالبكتيريا هاي وقت اللي بتنطبخ بتموت مش بالضرورة أنه نغسل الجيج قبل ما نطبخه لكن كتير مهم أنه نكون هالنوع من اللحوم إذا تغسلت بالمجلة رح توسخ كل المجلة إذا كان فيها سلمونيلا رح يصيرها سلمونيلا موجودة بالمجلة ويمكن إذا كان فيه قوينة أو كبيت حوال المجلة كمان يتأثروا فإذا مش بالضرورة نغسل اللحمة أو الجيج مهم أن ننظف كتير منيح المجلة من بعد ما نكون غسلنا الجيج وأكيد لازم نطبخ بطريقة صحيحة رح نتوقف للحظات ومنكمل بالانس من بعد الوقف لكن نرجع لبالانس وأكيد في معنى اتصال من أمريكا من ماري ما بدنا نضطر كتير على الخط ألو ماري صباح الخير أهلين تفضلي شو سؤالك ماري ألو ألو تفضلي مرحبا أهلين أهلين بدي أعطي نصيحة صغيري بس تفضلي سؤالي كنت عم تحكي على السلمونيلا نعم تفضلي كنت عم تحكي على السلمونيلا نعم ليش فيما بيستعملوا تري بورز بالبيت لأسف واحدي للخضرة واحدي للحظة واحدي للجيج ما إذا الكاميرا فيها تفرجينا شوي أنا هلأ بدي أحكي عن هالموضوع هيدا ونقطك كتير مهمة لأنه كتير مهمة ما يصير فيه مهمة كتير وقت اللي نحنا نكون عم نشتغل بالمطبخ أنه نفصل البلانشات أو البلانش اللي نحنا عم نشتغل عليها وأنا بدأ أشكر ماريلا اتصالها عم تتصل من أمريكا تتحكي عن هالموضوع وهو موضوع أكيد أنا محضرته كنت وقت اللي بنا نشتغل أو نطبخ نحضر مأكلات بالبيت كتير مهم كيف منحضر المأكلات يعني وقت اللي بيكون معنا جيج أو لحمة نية أو حيالها نوع سمك مثلا كتير مهم أنه نفصل اللوحات الأكل اللي منحضر فيها هالمأكلات اللحوم النية على البلانش وحدة والخضرة النية على البلانش تانية يعني كرميل تمانا تغلبط لأنه حتى لو نظفنا بطريقة صحيحة هالأنواع إن كان خشب أو بلاستيك ممكن أنه ما نكون نظفناها بطريقة صحيحة والسلمونيلا تكون موجودة بقلب الفصخ اللي موجود على اللوحة مشان هيك كتير مهم إذا فينا أنه نفصل يكون عندنا لوحة لللحمة النية ولوحة تانية للخضار وللفواكة كرميل تمانا يصير في هالنقل بالبكتيريا الشغلة كمان كتير مهمة وقت اللي بنكون عم ننتبه لهالنوع من النقل نقل البكتيريا وخاصة وقت اللي بنحكي عن اللحوم والجيج هي إنه وقت اللي بنحط غراد بالبراد نغطيها كتير منيح وهون ضروري 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 أنه دايما يكون عندنا بالبيت هالنوع من النيلون اللي هو بيفصل هالمأكلات بيفصل عادة إذا نزل نقط سوس من مأكلات للتانية بيمنع أنه يدخل على قلب المأكلات وهيك بهالطريقة هاي بنمنع انتقال البكتيريا من نوع طعام للتاني خاصة إذا هالطعام التاني ما رح نرجع نطبخه الشغلة كمان لازم ننتبه له بالمطبخ هي الإبونج اللي بنستعملها أو حتى النوع الشقف اللي بنمسح فيها المحل ما عم نشتغل كتير أوقات هول أنواع من الاشياء اللي بنستعملها من المطبخ هي بتكون فيكتور يعني هي بتنقل البكتيريا من من منطقة لمنطقة من مأكلات للتاني بدون ما نكون عم نشوفها لأنه البكتيريا ما فينا نشوفها فإذا ننتبه كتير أنه دايما وقت اللي بدنا نكون عم نطبخ لحمة لحمة نية أو عم نستعمل اللحمة نية نستعمل الإبونج مختلفة لا يمكن الكبيات اللي عم نشرب فيها ماء أو حتى الطاولة محل ما عم ناكل ونفس الشيء وقت اللي بنكون عم ناخد شقف الشغلة كمان كتير ما بننتبه لها هي المنشفة المنشفة دراسات فرجت أنه المنشفة هي أكتر فيكتور أو أكتر نقل هو المنشفة بتنقل أكتر شي بكتيريا ليش؟ لأنه معظم الأوقات بتضلها رطبة ونحن بس نشف إيدينا منقول خلص نضفنا إيدينا يعني ما في لزوم بقى نرجع نغسلهم فإذا ننتبه كتير أنه هل منشفة قبل ما نستعملها لازم نغسل إيدينا على قليلة حوالها لعشرين دقيقة بالصابون قبل ما نستعملها ما تكون هل منشفة هاي بس لا نشيل المي أو السوائل اللي موجودة على إيدنا لأنه هي كمان فيها تنقل السلمونيلا في معنا اتصال ألو 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 مرحبا مرحبا إذا بتريدي بدي أسأل بالنسبة للبيض حضرتك قلتي أنه ما لازم نغسلوا ونحطوا بالبراد فأنا لما بشيلوا من البراد وبيدي مثلا أسلقوا بنطفوا أكيد ما بيسوا هيكي بلا أني نطفوا وحطوا دغري أسلقوا مارسي لأتصالك لكن السؤال هو البيض بس نشيله من البراد لازم نغسله ولا ما لازم نغسله أكيد البيض أوقات ممكن أنه يكون وصخ ولازم ننطفوا بس ننتبه بشو عم ننطفوا يعني ما ننطفوا بالسفنجة هاللي يمكن منها نرجع بعدين نغسل فيها بقية القوينة أو الكبيت فإذا ننتبه إذا بدأ نغسل البيض أفضل نغسل البيض بفرشيه يمكن الفرشيه هاي ترجع تتنظف بالأوتجافال لأنه هو الأوتجافال هو من أهم المواد اللي ممكن أنه تقتل هالنوع من البكتيريا بالأخص السلمونيلا غير الحرارة شغلة كمان لازم ننتبه لها هي وقت اللي نكون عم نلبس كفوف عادة الكفوف وقت اللي منلبسها منقول أوكي أنا إيدي نضاف ممكن فيني إدقر الجيج أو البيض وإرجع بعدين دون ما ننتبه إدقر الخضرة أو إرجع إدقر الفواكي لازم نتعود أنه وقت اللي بنا نشتغل بالمطبخ نبلش بالخضرة بالأشي نظيفة نرجع بعدين ننتقل لللحوم النيئ إذا بدنا نستعملها أو نطبخها وننتبه أنه الكفوف لازم تكون كمان هي نضيفة يعني نغسل إيدينا ونغسل الكفوف إذا بدنا نرجع ننتقل من اللحوم أو من الجيج لمأكلات يمكن أنضاف من هيك شغلة كمان قبل ما نختم بهمني أنه لكم عنا هي وقت اللي بدنا نطبخ الجيج وهون عم بحكي أنا هلأ قريبا يمكن منبلش نطبخ الحباش يمكن نعمل جيج محشي عادة هالأنواع من اللحوم لازم دايما دايما يكون عنا بالبيت ميزين تنقدر نفحص حرارة الدواجن بالأخص حرارة الجيج أو حتى اللحمة لازم ندخل هالميزين على قلب الجيج مثلا كرميلة نشوف إذا هالحرارة تقريبا لازم تتراوح بين الـ 75 درجة والـ 80 درجة لقلب الجيج كرميلة نكون أكيدين أنه هالسلمونيلا ماتت لأنه سلمونيلا لازم تكون فوق الـ 75 درجة وننتبه إذا طلع سائل من الجيج بس قصيناه سائل زهر أو فيه بعد دم يعني أنه هالنوع من اللحمة بعد ممكن أنه يكون في ريشك أنه تنقلنا هالنوع من السلمونيلا وآخر نقطة قبل ما ننهي هي وقت اللي بدنا يمكن نغسل الخضرة لأنه كنت عم بقول بالأول أنه الخضرة كمان فيها تكون فيكتر لهالنوع من البكتيريا الخل ممكن أنه يكون من يمكن السوائل اللي ممكن أنه نستعملها بس بدنا ننتبه شو هو الدوزاج اللي عم نحطه لازم نكون عم نحط حوالي لكل لتر حوالي الملعقتين كبار من الخل كرميلة نكون أكيدين أنه محل ما عم نشتغل تنظف بطريقة صحيحة أو إذا بدنا ننقع مثلا الخضرة إن كان البقدونس أو كان بقية أنواع الخضار لازم نعلي شوية دوز كرميلة نقتل هالنوع من البكتيريا وأكيد إذا حطينا كلما كترنا خل كلما كترنا ملح خشن كلما كان فيه أقل فيه ريسك أكتر إنه نقتل هالنوع من البكتيريا ونتخلى عنها وآخر شي ما ننسى أكيد فيه أنواع من أقراص خصوصة لتعييم الخضار أكيد ممكن أنه نستعملها بس بنا ننتبه على الإرشادات اللي محتوطة تما نكون عم نستعملها بطريقة خاطئة وأكيد نستفيد من فويدها بتأمل أنه تكونوا استفدتوا من هالمعلومات أنا بشوفكم بكرا على الراد بحلقة جديدة من بالنس وأنا أبقلكم باي